مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس العاشر أنوان الدرس جاد وجوني بوريج إيفل قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجي فيسبوك رسالة طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس بالبداية شي يقول لي يقول لي listen read and find out استمع اقرأ واكتشف منطيني ثلاثة أسئلة يقول لك بعد ما تقرأ القطعة من المفترض أن تجاوبني أنت على هذه الأسئلة شي يقول لي يقول لي what does جاد want to do at the Eiffel Tower ما الذي أراد جاد فعله في بوريج إيفل what happens at the top of the tower ما الذي حدث على قمة هذا البرج why does everyone say use your hands to Johnny لماذا الجميع قال استخدم يديك لجوني رح نقرأ القطعة أو القصة ونوضح مفرداتها وراه نرجع نجاوب على هذه الأسئلة اللي يسألها استاذ الطريقة شفوية بداخل الصفك تحضير يومي وكذلك الأسئلة اللي بكتاب النشاط اللي دعادة ما تجينا بالامتحان التحريري بالبداية يقول لي إنه تقريبا الوقت الذي عليكم جميعا أن تعودوا إلى أوطانكم أيها الأولاد قال توم but first لكن عليكم أولا you are going to see one of the most famous places in Europe لكن أولا أنتم سوف ترون واحد من أشهر الأماكن في أوروبا it must be the Eiffel Tower قال ماركوس قال ماركوس من المفترض أنه أنت تقصد بوريج إيفل we were in Paris كنا في باريس France في فرنسا and it was the last day of our European trip وكان يوما الأخير في رحلتنا الأوروبية that's right said توم قال توم ذلك صحيح make sure you take some photographs for the magazine تأكد من أنك سوف تلتقط صورا جيدة للجريدة الخاصة بالمدرسة I'll take a great photograph from the top سوف ألتقط صور جيدة من القمة said Jad قال Jad I think it will be on the cover of our magazine أعتقد بأن هذه الصور سوف تكون على غلاف المجلة we were all really excited to go up to the Eiffel Tower كنا جميعا متحمسين أن نذهب على أعلى قمة بوريج إيفل but when we got there لكن عندما وصلنا إلى هناك we saw a very long queue رأينا طابور طويل جدا look at all these people said Aziz قال عزيز انظر إلى كل هؤلاء الناس we are going to be here for hours سوف نبقى هنا لساعات it might move quickly I said قلت ربما سوف يتحرك بسرعة but it might not said Jad لكن Jad قال ربما لن يتحرك هذا الطابور وسوف نتأخر I've got an idea he walked in front of the queue هنانا جاد قال I've got an idea لقد خطرت لي فكرة he walked to the front of the queue سارة أمام الطابور a very famous photograph from Iraq and I said you were journalist for an international magazine إيش قايل له هذا للرجال قايل له بأنني مصور مشهور جدا من العراب وأنكم مصحفيين لجريدة عالمية but that is not true said Paolo قال Paolo لكن هذا الشيء غير صحيح it's not true now قال له غير صحيح الآن said Jad but it might be true in the future قال له الآن نحن نجوز صحيح مو مصورين محترفين أو صحفيين مشهورين لكن ربما بالمستقبل سوف نكون كذلك the doors of the left opened وفتتحت باب المصعد and we were at the top of the Eiffel Tower وكنا على قمة Bridge Evil it was very crowded كان جدا مزدحم there are so many people here said Marcos قال Marcos هنا الكثير من الناس we tried to get to the front but we couldn't حاولنا أن نصل إلى المقدمة لكننا لم نستطع to get past the people لم نستطع أن نشتاز الناس excuse me I said but nobody moved قلت لهم أستميحكم عذرا لكن لم يتحرك أحد can I get past please said Jad قال Jad هل يمكنني أن أعبر رجاء but nobody moved لكن لم يتحرك أحد he held his camera up high and take photographs حمل كاميرته للأعلى جدا ليلتقط صور then some people in the crowd turned around and started walking towards us ثم بعض الناس من الحشود استداروا وبدأوا بالمسير باتجاهنا we turned around to وكذلك نحن أيضا استدرنا and we were back in the lift وعدنا إلى المصعد wait I said قلت لهم انتظروا we haven't seen anything yet لم نرى أي شيء حتى الآن but the doors of the lift close لكن باب المصعد أغلقت and we started to go back down again ومن ثم بدأنا بالعودة مرة أخرى at the bottom of this tower وبقاع البرج Jad looked at his photographs Jad نظر إلى صور these photographs from the top the Eiffel Tower may not get into our magazine هذه الصور من أعلى قمة برج إيفل ربما لن تكون على غلاف الجريدة أو المجلة actually بالحقيقة he laughed ضحك all I can see is back of your head جوني كل ما أراه في هذه الصور هو رأسك يا جوني I love to وضحكت أنا أيضا I am going to miss you Jad I said قلت له سوف أفتقدك يا جاد Jad replied I am going to miss you too جوني وأنا كذلك سوف أفتقدك يا جوني but don't worry لكن لا تقلق I'll set up an online group سوف أكون محادثة جماعية على الأنترنت and we can chat each other every week ويمكننا أن ندردش كل أسبوع great idea جاد إنها فكرة عظيمة يا جاد good morning everyone I said قلت لهم صباح الخير أي للجميع I was sitting in my bedroom at home in England كنت أجلس في غرفتي في إنجلترا I was looking at my phone وكنت أنظر إلى هاتفي and I could see my friends faces on the screen وكنت أرى وجوه أصدقائي على الشاشة إذن هنا أنا بعد ما رجعوا كل واحد البيتة جوني دي يقول أنا حاليا دا أتصل بيهم وحاليا هم كل واحد صورة موجودة على الشاشة وقدت لهم صباح الخير والآن رح يردون علي It's not the morning here in Iraq جوني It's the afternoon said جاد قال جاد إنه ليس صباحا هنا في العراق يا جوني إنه المساء It's 7 a.m. here in the USA said Marcos Marcos قال قال تره سهلي يمي ساعة السبعة الصبح You woke me up لقد أيقتوني Sorry but I wanted to check Did Tom send you the magazine أنا آسف لكنني أردت أن أتأكد بأن جوني أرسل لك الجريدة أو المجلة Yes They all replied جميعهم أجابوا بنعم It looks great said Aziz قال Aziz تبدو رائعة I love your story about Stonehang جوني لقد أحببت قصتك عن مدينة Stonehang يا جوني There are some brilliant photographs too وكذلك هناك بعض الصور الفوتوغرافية المميزة أيضا said Marcos قال Marcos I like the one of Johnny skiing down the mountain أحببت الصورة التي فيها جوني يتزلج من الجبل He looks so scared كان يبدو جدا خائف The one of Johnny standing on the river times is good too loved Paolo Paolo قال قال ضاحكا The one of Johnny standing on the river times is good too الصورة التي يقف فيها جوني على نهر times جيدة أيضا I think my favorite photograph of Johnny is in Munich أعتقد بأن صورة المفضلة لجوني هي في مدينة ميونخ said Jad قال Jad When the football hits him in the face عندما ركلته الكرة على وجهه I laughed ضحكت أنا But because I was laughing so much I dropped my phone ولأني كنت أضحك بشكل كبير جدا أسقطت الهاتف And it landed on the floor وسقط على الأرض I heard Marcos say سمعت Marcos يقول Why didn't you catch it Johnny لماذا لم تمسك به يا جوني هنا دي حشش علي يذكر الموقف ماته اللي وياه بمدينة ميونخ بالملعب لما الطوبة دخلت goal وقال ليش ما أمسكت بالكرة بإيدك فهنان شون دي يذكر بهذا الموقف And then I heard them all laughing and saying the same thing وكلهم بدأوا يضحكون ويقولون نفس الشي Use your hands استخدم يديك Very funny guys I said And I love to جدا مبحك أيها الرفاق وكذلك ضحكت أنا أيضا هذه آخر قصة موجودة بكتاب الطالب عن جاد و جوني الآن بعد ما قرأنا القصة ووضحنا مفرداتها نحاول نجاوب على الأسئلة المتعلقة بها اللي يسألني ياهن الأستاذ الداخر الصف كتحضير يومي شي يقول لي يقول لي what does جاد want to do at the Eiffel Tower ما الذي أراد جاد فعلا على برج إيفل قلنا أنه جاد صعد البرج إيفل على موت take to take photographs لكي يلتقط الصور الفوتوغرافية زيان what happens at the top of the tower ما الذي حدث على قمة البرج قلنا أنه قمة البرج there were lots of people كان هناك الكثير من الناس and they couldn't see anything from the top ولم يستطيعوا رؤية أي شيء من قمة هذا البرج why does everyone say use your hands to johnny لماذا بالأخير بنهاة القصة الجميع الأولاد قالوا هاي العبارة use your hands استخدم يديك قلنا أنه هذا كتذكير لجوني جوني عالموقف اللي صار وياه بميونخ بمدينة ميونخ فأقول له to remind جوني لكي يذكروا جوني about ميونك عن مدينة ميونخ أو الموقف اللي صار بمدينة ميونخ اللي قال به زميدة use your hands استخدم يديك هذا ما يخص الأسئلة اللي سأله سادة داخل الصف كتحضير يومي غير مهمة من المتحان التحرير المتحان الشفوي زيان الأسئلة اللي تجي نبير المتحان طبعا تمرين الرقم واحد هنا مثل ما تعودنا بالوحدات السابقة يطلب مننا أدي العنوان أقول له the Eiffel Tower bridge evil characters شخصيات هي نفسية الشخصيات جاد جوني عزيز ماركوس إلى آخره what is it about عن سنة التحدث ليش تحبيت القصة وما حبيتها وشنة الكلمات الجديدة تتعلمتها هذا مجرد نشاط صفي غير مهمة من المتحان التحرير ومتحان الشفوي لكن تمرين الرقم اثنين هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري شي يقول لي يقول لي are the sentences true or false هذا الجمل صحيحة لو خطأ so the boys are visiting the Eiffel Tower الأولاد يزورون bridge evil بهاي القصة صح لو خطأ نعم ذكرنا أنهما رايحين على bridge evil جاد lies to a guard so they can jump the queue جاد كذب على الحارج لكي يستطيعوا أن يجتازوا الطابور نعم قلنا أنه جاد أخبره كذبة على موضي يقدر يستاز هذا الطابور the boys think the view from the top of the tower is beautiful الأولاد يعتقدون بأن المنظر من أعلى قمة البرج جميلة جدا صح لو خطأ هم ما شافوا أي شي بالتالي هذا الشي خاطئ جاد takes a photograph from the top to use for the magazine's cover جاد التقط صورة من القمة لكي يستخدمها كغلاف للجريدة صح لو خطأ قلنا أنه بالأخير ما قدر يلتقط أي صورة كل اللي شاف بالصور اللي التقطها أنه كان رأس جوني هو اللي طالع بالصور لذلك أقول له false the boys decided to have a video call every week الأولاد قرروا أن يحظوا بمكالمة فيديو كل أسبوع صح لو خطأ ذكرنا أنه بالأخير سووا مكالمة جماعية وجوني قال أنا شفت وجوه أصدقائي على الشاشة إذن هي مكالمة فيديو جوني is walking up by the video call جوني تم إيقاظه بسبب اتصال الفيديو قلنا مو جوني اللي تم إيقاظه وأنما ماركوس هو اللي قعد من النوم بسبب مكالمة الفيديو إذن أقول له false the boys are happy with the finished magazine الأولاد كانوا سعداء بإنهاء الجريدة أو المجلة ذكرنا أنه كل الأولاد كانوا سعداء بسبب ما حققوه في الجريدة الصور اللي نشروها بالجرائد والمجلات مع المدرسة الخاصة بهم فبالتالي هما كانوا سعداء إذن أقول له صح جوني أسقط هاتفه بسبب أنه كان يضحك كثيرا صح لو خطأ قلنا بالأخير أنه كان يضحك كثيرا وبالتالي سقط وهم حششوا عليه وقالوا له use your hands استخدم يديك هذا ما يخص تمرين رقم 2 مثل ما وضحنا هذا تمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري بامتحان أخير السنة هذه آخر قصة موجودة بالكتاب حاولوا سجلونها الحلول بكتاب النشاط وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن الدرس بسيط جدا عبارة عن قصة ولسل متعلقة بالقصة إن شاء الله الدرس القادم رح أشرح بليونت الثامن كاملا بفيديو واحد لأن أغلب مواضيع اليونت الثامن للمراجعة وما بها أشياء هواي مهمة ولا بها هواي معلومات أو مواضيع قواعدية مهمة عن مداشرحها ومجرد تمارين بعضها مهم من الممكن أن يجينا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدمون تواصلوني على سؤال المجدس في الفيديو في الوصف